هذا تغيير تكتيكي عهام جدا بأن يتم ضرب مدينة تل أبيب من قبل منصة صواريخ قيل بأنها تبعد حسب المصادر الإسرائيلية بأنها تبعد عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية 20 كيلو مترا وهذا يعني بأن مدى الصاروخ كان أكثر من 150 كيلو مترا عن الاعتبار بأن المسافة أيضا التي يجب احتسابها هو بعد منصة اطلاق الصاروخ عن الحدود في إسرائيل يرون بأن ذلك خطر وخطر جدا قالوا هذا صاروخ أرض أرض بمعنى بأن هذا الصاروخ ليس صاروخا بلستيا ولكن حزب الله قال هذا صاروخ بلستي قادر واحد وتم اطلاق اسمه يبدو بأن الجانب الإسرائيلي يريد أن يقلل من شأن هذا الصاروخ عندما قال بأنه تم إسقاطه من قبل منصة مقلاع داود المضادة للصواريخ متوسطة وطويلة المدى والتي كلفت إسرائيل بطبيعة الحال مع مشروع في الولايات المتحدة ملايين الدولارات ولكن ما هي الدلالة السياسية؟ حزب الله ضربت الأبيب هذا يعني بأن حزب الله يوسع الآن من مدى إطلاق الصواريخ لأكثر من 120-130-140 كم في المرمى هناك مطار الليد في المرمى هناك مدينة القدس في المرمى هناك أكثر من ثلثي سكان إسرائيل في المرمى هناك العديد من الشركات والعديد من المواطنين الإسرائيليين والعديد من المناطق الحيوية التي الآن باتت في المرمى شركة الكهرباء الإسرائيلية قالت بأنه تم محاولة استهداف أيضا الشركة الكهرباء ولكن يبدو بأن المنصات الدفاعية كانت قادرة عن الدفاع عن المحطات توليد الكهرباء وهذا كان جد خطير من قبل حزب الله في إسرائيل هذا يعني بأن حزب الله الآن كسر كل القواعد التي كانت سابقة طبعا الحال إسرائيل كسرت القواعد قبله بعملية البيجر ولا سلكي ثم بضرب الضحية ثم بضرب الضحية ثم بضرب الضحية وبالتالي الآن الأمور باتت منفلتة بشكل كامل لا يوجد هناك الآن لا قواعد اشتباك ولا خطوط حمراء في إسرائيل يرون بأن هناك تطور أيضا على مستوى مدى الصواريخ وضيقتها في السابق كانت الرشقات الصواريخ الآن صاروخ واحد وهو قادر واحد وهذا اسمه الذي أطلق من قبل حزب الله وهو هنا دخلت رسانة جديدة على الخط في السابق حسن لكيف المشاهد كان حزب الله يقوم بإطلاق الرشقات دائما عندما تسمع رشقات افهم بأن هذا ليست صواريخ دقيقة الصواريخ الدقيقة ليست بحاجة إلى رشقات هو صاروخ واحد يكون دقيقا مرسوما هندسيا يطلق من مكان إلى مكان ويستطيع الإصابة إذا كان الحديث عن الرشقات فهو شيء مختلف يقومون بإطلاق الرشقات التي تكون في دائرها كيلو متر ثلاثة كيلو متر خمسة كيلو متر وبالتالي الخطأ يكونوا كبيرا ولكن دخول الترسانة الجديدة التي لم تستخدم ولا مرة منذ بداية السابع من أكتوبر ولغاية الآن إلا صباحا فاليوم بإطلاق قياف الصاروخ قال حزب الله بأنهم أرادوا استهداف مقر الموساد الإسرائيلي الذي هو موجود شمال تل أبيب طبعا هذا ليس سرا الجميع يعلم بأن مقر الموساد الإسرائيلي ربما هو بالفعل موجود في تلك المنطقة أصابوه لم يصابوه هذا كله في نهاية المطاف بحاجة إلى مصادر مستقلة لكي تؤكد أو تنفي رواية الجيش الذي قال بأنه تم إسقاطه بمقلاع داود ولكن مجرد أن يقال ضرب مقر الموساد ومحاول ضرب الموساد هذا يعني بأن حزب الله يتجرى الآن على ضرب هذه المؤسسة الجد خطيرة في إسرائيل ولكن أيضا هناك بعد مهم وهو بعد أن هذا الذي نرى يوما بعد يوم يشير إلى أن مدى هذه الصواريخ اللبنانية التي يمتلكها حزب الله وقال الإسرائيليون حزب الله يمتلك ترسان طويلة المدى دقيقة وقادرة على اختراق كافة الدفاعات الجوية لأنها ليست صناعة لبنانية ولكن هي صناعة لبنانية كوريا الشمالية جاءوا بها من دول أخرى وبالتالي هي مختلفة تماما عن القدرات التي نراها منذ الأسبوع الماضي نحن كنا نرى مجموعة من الصواريخ التي كانت مشابهة تماما للقدرة الصاريخية لحماس يعني في مدى الصواريخ الدقة القوة النارية كانت إلى حد ما متشابهة الآن شيء مختلف شيء طويل المدى بهذا المدى الذي رأيناه دقيق قادر على الوصول وهذا يعني بأن حزب الله الذي أرانا تلك المنصات الخاصة بعماد واحد وعماد اثنين والتي كانت تحت الأرض والتي إلا ربما لم تستخدم لغاية الآن دخلت على الخط ولكن في المقابل حسن هذا يعني بأن الآن لإسرائيل حجج أقوى وذلك لتدمير لبنان والقيام بضربات أقصى وقيام بعمليات اغتيال وبتدمير القرى اللبنانية الآن الجانب الإسرائيل أيضا سوف يخلع القفزات ويقول ها هم ضربوا تل أبيب لماذا لا أضرب بيروت مطار بيروت الشوارع الجسور محطة توليد الكهرباء لأن محطة توليد الكهرباء الإسرائيلية تم توجيه الضربة إليها وبالتالي نحن أمام أيام صعبة جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر